عقد رئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات منفردة مع رئيس السنغالي ماكيسال عقبتها مباحثات موسعة ما بين وفدي البلدين هذا وقد رحب رئيس السيسي برئيس السنغالي في مصر معربا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشرك التي تربط ما بين البلدين كان رئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل بقصر الاتحادية رئيس السنغالي ماكيسال وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عصف السلامين الوطنيين واستعراد حرس الشرف استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس ماكيسال رئيس جمهورية السنغال حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعرض حرس الشرف وعزف السلامان الوطني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين حيث رحب السيد الرئيس برئيس السنغال ضيفا كريما على مصر مثمنا سيادته العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين موسيقى كما شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والتفاقيات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والآثار والثقافة والرياضة والإعفاء المتبادل من التأشيرات لحامل جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة وفي ختم المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا حيث أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على بدل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطور التعاون الثنائي على شتى الأصعدة بين مصر والسنغال لسيما فيما يتعلق بتعزيز قناوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة